موسيقى نحن نحكي معكم من المركز تعليم اللغة العربية للجالية الفرسية في مينانا اللي هو عبارة على مركز ثقافي اللي فيه التغيرات يجيونها من كل نقعة صحبة الأون في المتاحة والتعليم اللغة العربية والتعريف الحضارة الفرسية وهذا يبدأ الحال مع معلم مزدد من المتركز في التغيرات الفرسية اللي هو منشط البرنامج التعليمي غير تغيرونا بش يحاول يعطيهم أكثر معلومات على بلادنا بحقهم اللي نغة العربية اللي يعلوها صعيبة عليهم بحقهم تواجدهم في إتاليا منشط البرنامج هذية بش نحاولو بش نعرفوهم بطونس بحضارتها بطاقتها بش يكونوا ديمة همزة وسلمة بطونس بطاقتها بالنسبة للتغيرات اللي قاعدين يجيوا معنا هناك من مختلف الأعمار من ست سنوات إلى توقفش حتى 18 سنوات سنوات عادية من بومنا بش إنو أحنا ملتحقوش إلى مدينة عربية في وقت السابق ما نحن نحاولو بش نواتيونهم مع المعلم عضايا في ترتيب بعض الأوقات مثل هذه الحالة حتى نحن في مركز من جمعيات عضايا في ميلانو في برشة العديد من الجمعات اللي هما إخدوا في عبد الناشطة من حلال ذلك نضمون الوقت على حسب يوروب المعلم وقت الحالي عنا ثلاثة بروبات مختلفة عنا مستوى أول الغيرات من هما نزيلوا ما يعرفوا حتى حاجة بما فيهم حتى الأب أو الأم ساعات تكون حجن دي وش هو الجزء نحاولو بش نعاونوهم في نفس الوقت كما زادت الناس اللي ليها كنت تحقق ثانب فقط عنا عنا مستنفة 2017 في البجان عضايا بالنسبة للمستويات المساعة الثلاثة اللي لدينا مستوى أول اللي نزيلوا تبدي هاي التعليم اللي نقولوا أحنا بحقهم العمرة الصحة خم حقهم أول مرة يجعلوا المكتب لدعوة العربية ومستويات اللي اللي كانت منصح حديثة كابتاً وعندهم مع خبرة في تاريخة الثلاثة بالنسبة الأعمار مختلفة نحاولوا جيمة نخدموا على عمرة الصغير من 6 سنوات إلى 12 سنوات يبديوا حتى هما يخلقوا الصغيرات أحنا نحاولوا مع المعلم باش نقسموهم في الأخواج باش نجموا وصورهم المعلومة على خطر هذا يبقى من المعلمة تبقى من الأخواج باش الصغير وصورهم تبقى من الأخواج باش نقسموه وتتبادل الطبقات والحقافة بشكل الحال بالنشك عزيز أسبوع تعليم اللغة العربية بشكل حاضر هو مجانيا وعلى منظمة نفس الأبراد العائلة وكيف الهدف منه هو جمع العائلات بتحديث ساعة ورشة كل واحدة مرة عشرين يتعرف تعمل يتبادلون الأبقات ومتحدثون بشكل فيهم وهناك عطف أجنب موجودين يحبوا شيء بقوة مع بعضهم يحكيوا يستفادوا ساعة يسأليني على بعض المعلومات لنجموك فيد بها الناس الأخرى وطدق هذا يمح يفوح يكون التونسي و التونسية لجميع العائلات على مختلف المطلق احنا منشنا بش نختار الناس ولكن طدق هذا ديما مخلوط للتونسي اللي عنده رغبة بش يفيدنا كجمعية ولي بش يوشي معانا القدام في أهداف تطوعية ليش تسياسية و تسياس الحال ديما أتكد رغبة بذلك الفيديو بيت بعضنا على جميع المجالات يعني أي شخص يعني يكون عندي في مجال التقرفة أو الرياضة أو الموسيقى ديما يكونوا موجودين معانا خطر عندنا بعض المتطوعين احتعات يجيونا مره بالشهر على حسن الضوء المهمة يعلموا بذلك تنظم إنه موسيقى كيف الأمة هي تنخليهم ليش أحلى الحق قاعدين بيش يتحذروا وكهاء وإنه نوعية تعتبروا بذلك يقولوا ويش كون بيش يعلمهم شوية خياتة ولا صنع بعض الحاجات وهذا يقول أن الفيديو بيت أحنا كنحضروا بعض السوق يعني كما يقولوا أحنا كنحضروا بذلك تقاطتنا مع باقة الجمعية الكتانيون أهم من الرجلات الجمعية بذلك نحضروا على ستركيز الساحة هو تبني البطفاء اللي عندنا بتشوى خلحة القلب المفتوح الصغيرة الغذومة اللي يقولون احتاجات خاصة اللي عالية قمنا بذلك مش يوحدون لما تريد العياج وهي هي حالة الصغيرة تتدخل عمله الشرحية تكون بالخارج عملية تواصل شرقت على عديد من الحالات الصغيرة هما بتبيعة الحال قاموا بالعملية بتاعهم ورجعوا ربيتهم في أحسن سورة وهذا يبتبيعة الحال بالتواصل والتعاون بفضل أكثر الدولي اللي يؤسس يا دكتور سيد كلمان الغنيبي في مستشفى مؤخرا نشرفنا على عدد بحالة الصغيرة اللي يقومها كانوا مؤخرا في شهر أكتوبر وشهر مولنبر وحمد الله تمت بنجاح في هذا الحال مشكورين من أجل التبقاء اللي شرقوا عنا الصغيرة هذه مؤخرا في الحال عنا حساب جريء خاص بجمعي التواصل تبقى على قاش الجمعية في مقر الجمعية لأي شخص ينجم باش يتعاون معنا أو باش يتعامل بسيء مزيء ولا معنا ما علي كان يتواصل معنا واحنا نبصرونهم على خطة عنا غور شخالات أخرى شاية بسخيلة مستحقين لهم مستحقين دعم كل موسي باش يدورهم بعيد الرحمة خاطرهم بحاجة مستحقين المساعدة يتواصل جدا نشاط جمعية التواصل كما قاعدين يشوفوا أعضاء الجمعية قاعدين يتحدث لبعض المساعدات العينية باش نحاولوا ونعاولوا الأمهات المعجيرين صحبة قسفين في القصر اللي احنا اخترنا كل مهات أحد آخر مرضا كل أسبوع يعني الناس حاولنا بحاجات عينية باش نعاولوا ديهم العائلات بدونهم طيشة في الشارع صحبة أجفالهم احنا اخترنا باش نعملوا أعلان على طيشة التفحة باش الناس تحاولوا توفر لهم الحاجات اللي مالقاوا لهم في المتجع كما نقولوا احنا مالقاوش حديد مثلا أو 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 برشة ضغط على التقومة الإيطالية جمعية التواصل قابلت من المبادرة حاول 22 عائلة جاءتنا معناها الآخر أحد في الشهر اليوم كيف كيف تنقادم نحضروا مع أعضاء الجمعية في بعض الحاجات باش نحاولوا نعطيهم أكثر مساعدة كما شفنا جمعية التواصل ما تغسطرش على تعليم اللغة العربية وإنما جدا على الحالات الاجتماعية والاتشارات القانونية لكيف الجالية التونسية ديما معنا بالتعامل مع الإدارة التونسية والإدارة الإتالية كيف تتكفل بالصغيرات من تونس ليجلبهم للقيام ببعض العمليات على القلب المفتوح وعلى نشطات الثقافية يعني باختصار جمعية التواصل هي اجتماعية تعليمية ثقافية وسحية بنفس الوقت تشمت وهذا يقول فضل للمجهودنا الفردي والمادي والعيني يعني كام التوعين في حال بحكم هي جمعية غير ربخية في الختام نحب نتوجه بالشكر لكل داعمين لجمعية التواصل من خلالهم رجل أعمال سيكهال عمري الدكتور سيكاميل نغريبي كيف كيف غالي الرافير برشة ناس أخرى اللي هما حتى كان مواطنين يعطيهم مساحة على التعاون معنا لإثالة صوت الجالية التونسية بالمهجب قروا من الجالية اللي بنا المقيمين بالبيتاليا بإذنانه قروا من اللغة العربية والحضارة التونسية والعربية الإسلامية لذلك برنامج اللي صدقنا معها لشنا ننفذو وبرنامج دابع وزارة التربية وعنده فترة البرنامج هذا المعمول بي عنا ديجاء أخيات من دولة التونسية بخارج اللي يقرأوا اللغتهم العربية العم بحكم احنا هما الوالدين احنا في إيطاليا وتعرف احنا مشكلة اللغة في التواصل باللغة العربية صعيم شوي إذن هما أبناء الجالية عندهم صعوبة في التواصل باللغتهم العربية باللغة العربية وحضر التونسية تاريخ البلاد كل ما هي معنا عصالة وكل ما هو تاريخ نظراتنا للعربي الإسلامي الحياة فام الحياة فام زهرة الحياة ترجمة نانسي قنقر